نروح بقى للفكرة اللي بعد كده دايماً فكرة كل حارسين عليها ان احنا نقدمها لحضراتكم في بنامج الاشبال دايماً بنسلط الضوء على المواهب الموجودة سواء في مصر او خارج مصر في قطعات الناشئين الاخرى وكنا يعني غير مكتصرين على قطاع الناشئين بالنادل الاهلي لما يكون موجود موهبة في اي فرع او اي قطاع ناشئين اخر كنا بنسلط الضوء على الموهبة دي ونقول ان اللاعب ده هيكون ان شاء الله ليه شأن في يوم من الايام وهيفيد الكرة المصرية ايضاً فتحنا موضوع قبل كده على الجنسيات المزدوجة واللعيبة المحترفة خارج مصر اللي بيحمل اكثر من جنسية وبنتابع كل اللعيبة في كل الدوريات عندنا في موهبة برزة ظهرت هي من ظهرت ومفاجأة لنا لا احنا كنا بنسلطين الضوء عليها من زمان وهو كان بيلعب في الجونة مباريات الاهلي مع الجونة كنا بنزعها وكنا بناخد ملخصاتها وكنا بنزع التقارير هنا وكنا بنقول اللعيب ده ان شاء الله هيكون ليه يعني يوم من الايام هيتقلق وهيوصل اللاعب ده اسمه بدر اسلام الشاطر هو نجل كابتن اسلام الشاطر وبالمناسبة كنا بنتكلم عليه من زمان وهو بيلعب في الجونة لعيب موهوب مواصفاته البدنية والجسمانية ماشاء الله تؤهله لعيب بيلعب في كذا مركز بيلعب ممكن مهاجم بيلعب وينج فبيحل كذا مركز ماشاء الله الفترة السابقة بدأ ياخد خطوات اخرى غير الدور المحلي ودور الناشئين وبدأ يروح برا للدوري الاسماني نادي بوبلي سيك دي اخر محطات بدر اسلام الشاطر اللي بنتمناله ان شاء الله كل التوفيق وهو موجود دلوقتي معانا على سكايب تحياتي لك يا بدر ومنورنا على قناة الامر منورك كابتن اخبارك ايه منورك كابتن الحمد لله كله تماما طبعا شعرف لي ان انا كم احراك النهار ده انا بنطى الاسم صاح دلوقتي بوبلي سيك صاح الاسباني ايوا ايوا صاح طبعا قل لي بقى يا بدر تجربتك ازاي وصلت للدوري الاسماني والمحطة دي وصلت للدوري ده ازاي او للنادي ده ازاي انا في الاول خلص كنا متكلمين مع النادي ده يعني مع الوكيل بتاعي مع مصطفى كان ايه اللي فيه نادي بيلعب بنفس الطريقة محتاج مهاجم كويس بيلعب اللي هو المهاجم الكلاسيكي اللي هو بيبقى في الاغلب مهمته كلها جوة البوكس روحت مثلا اناك على شهر تسعة كده ولا حاجة روحت اتأقلمت مع الفريق على طول يعني في الاول طبعا كانت صعبة ومش سهلة كان انت ولا عندك لغة ولا وبعيد عن اهلك في غربة وكل حاجة بس بعد كده مع الوقت بتتعود يعني اتأقلمت دلوقتي؟ اه 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 واسباني وفرنساوي وكتلاني وكل حاجة قل لي يا بدر المختلف ايه؟ يعني التمرينات المباريات الاستعداد للمباريات المختلف عما كنت انت كنت هنا طبعا في الجونة صح؟ اه كنت في الجونة قبل ما اطلع اسبانيا المختلف بقى اللي شفته جديد هناك وبدأت دلوقتي تتأقلم عليه؟ اللي شايف يعني ما بين الاختلاف الدوري هنا في الناشئين واللي في مصر اولا كده كده ان هنا الناشئين مالوش دعوة بالفريق الاول خالص اه يعني اول الناشئين بيبقى هنا في مصر في مصر اصد لو الفريق الاول هبط الناشئين بيهبط معه اه هنا الفريق الاول مالوش دعوة بالناشئين دول بيبقى ليهم دوري لوحده الفريق الاول ليهم دوري لوحده كويس وهنا اللعيب يتحسوا متأسس صح من الاول خالص اه اختلاف الكواليتي في التأسيس من الاول خالص اه من الاول عارف ازاي الاساسي بتاع الكوره هيبقى يعمل ايه والقصات ومش عارف ايه والتحركات والتاكتكس وكل حاجة بيبعارفها من اصغر سن يقدر عليها وبيباليهم دوريات لوحدهم وكل حاجة اه وطبعا هنا بيهتموا جدا بالاكل والنوم والجيم والتمارين البرايفت اكتر من التمارين اللي بتبقى في الملع اه يعني لغة اختراف كاملة يعني يعني عايش الكوره هناك اه بالزبط اي انا كل يومي باعتبر عن الكوره اصحى لقيه اكل معين لقيه تمارين معينة لازم احملها في اليوم تمارين مع الفرقة تمارين لوحد البريفت كده اه كن عندك مباراة من كم يوم مع برشلونة صح؟ صح اه في ربع ايه كوبا كتالونيا كوي احرست في المباراة دي هدف او لا لا الماتش خلص 0-0 وكسبنا ضربات جزاء كسبنا 4-2 ضربات جزاء أنا دي أيوة هي دي أول شوطة أيوة أول ضرب الجزاء إن شاء الله والحمد لله يعني ربنا وقفقنا وعدنا كويس طيب ما شاء الله ماشي برضو بشكل كويس سيناكة بدر عايزة تتكلمني أكتر ما شاء الله دلوقتي انت من اللعبة الأساسية مركزك راس حاربة كمان بتسجل أهداف ما شاء الله صعبة واحد من هدفين الفرقة دلوقتي أو هدفين الدوري كمان آآ آآ يعني أنا الثانا دي أول سنة طبعا لها مع الفرقة أخدنا دوري واخدتها الدف وإن شاء الله يعني هدفنا أن احنا ناخد الكاس اللي جاي تعالي هو كاتالونيا وما كانش يعني بالنسبة لي وكانش سعبه خالص ما كانش سهلا خالص إن أنا أعمل كل دة إن أنت تأكلم مع فرقة ولا بتتكلم مع حد معهم ولا عارف ولا فهم حاجة وإن أنت لغة الكرة حاجة تانية خالص هنا غير التعامل اليوم أنتك تعرف آه بالزبط أن أنت كل يوم تروح تمرين بتكلمش مع أي حد دوبك بتحاول كده تلقى كم كلمة مع أي حد أن أنت تلقى فاهمه أحبت بتشعاري فرنساوي على أنجليزي كده بس دلوقتي خلاص كل الحاجات أو الأمور الصعبة اللي وجدتها في الأول دلوقتي خلاص تأقلمت على أو من ناحية التدريبات أو المعيشة أو اللغة خلاص يا بد آه طبعا أنا مثلا بقلي هنا من شهر 9 داخل في 7-8 شهور دلوقتي ما شاء الله آه يعني آه آه تأقلمت على كل حاجة وبروح الفرقة بتكلم مع الناس عادي وهم حتى بيلحظوا يعني مع أهالي اللعيبة للفرقة في الأول خلص أنا فاكرا ممكنش بتكلم مع أي حد خلص دلوقتي يعني بدي وأخد في الكلام مع أي حد على طول اللي رايح ويتكلم والحمد لله يعني الحمد لله بقليها شعبية كبيرة جدا في الفريق كويس ما شاء الله الناس كلها بقيت عارفاني وكل حاجة فالحمد لله وإحنا دلوقتي بنتمعانا على الهواء بنعرض لك متيريل ما شاء الله حلو قوي أهداف أه طبعاً أه دي يعني دل دي ضربة الجزاء بتاع البارشلونة ده إحنا كان عندنا الماتش ده أه الماتش ده كان جماهير بتاعنا مكسرين الدنيا يعني إحنا عندنا الماتش الجاي عندنا ضد النص النهائي ضد إستانيول منعوا الجماهير عندنا في الملعب منعوا الجماهير بسبب اللي حصل في الماتش بارشلونة فضل فضل عايز أخذك لبداياتك يا بدر بداياتك ابتديت فين كرة القدم ومن اللي شجعت في الأول وإمتى ظهرت الموهبة عندك برده أنا من الأول خالص يعني أحب الكرة حبابة طبعاً ربنا يخلي ليا وما حلمني منه أبداً أحطت في دماغي الكرة من وانا عاية صورية يعني رحنا في الأول نادي رحناه كان أمبي لوحت في أمبي كنت بلعب مدافع بعد كده عدت مثلاً حوالي سنة سنتين في أمبي وكنتش بلعب خالص الصراح يعني اللي هو كنت قاعد برا مدافع ما لقيتش مش فاكر أنا لقيت ماتشاط خالص بعد كده رحت عالجونة لقيت من مدافع لمهاجم وبقى الفتريتي تلقيت في الجونة من اللي غيرت مركزك من مدافع لمهاجم ومشاء الله أنت كمان بتمتاز بالنواحي الجسمانية والبدنية ووالدك يعني هو اللي قالك ما لاش مدافع نازهينا بقى مدافعين وانا لعبت يا محايتك خليكوا قدام المهاجمين بيأخذوا فلوس أكتر بيأخذوا فلوس أكتر لا بابا طبعا كان لي دور كبير جدا في التغيير المركز ده يعني قال لي انت جاس ما كينفع مهاجم ما فيش مهاجمين بيبطوال وبتعرف تلعب بتمهك كويس وكسمك كويس وكل حاجة بس كان فيه مدرب اسمه كابت المحمود صلاح كابت المحمود صلاح ده هو اللي غيرني من مدافع لمهاجم مع فترة تدريب معاه كان طويلة جدا يعني والصراحة كان الفترة اللي غيرت حياتي كلها الفترة تدريب معاه دي كنت قال لي يا ابني انت تنفع مهاجم وانا وبواصك فيك ان انت تبقى مهاجم مصر الاول ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله وبس الابنة دخلنا الابنة بقى في بطولاته بتاع والحمد لله ربنا اغفعني كمهاجم ان شاء الله انت مواريد 2003 يا باتر لا 2004 2004 ما شاء الله اصغر كمان كان فيه كنت تتمنى تنضم لجيل منتخب 2003 بتاع كابت المحمود جابر لكن ان شاء الله يعني تنضم لمنتخب مصر الاول بقى قريبا امالك وطموحاتك اللي تتمنى ان شاء الله من رحلة الاحتراف الحالية دلوقتي في اسبانيا ان انا لعب في الليجة طبعا ان انا لعب مع فريق كبير في الليجة ان انا بينافس في اوروبا ان انا كمل في اوروبا طبعا ان شاء الله ان انا هدفي قعب على طول مع الليجة ان شاء الله توصل لكل امالك وكل طموحاتك يا باتر والحالة جاء بقى نصطديفة كنت بتلعب في اكبر الاندية في اسبانيا وكمان نبارك لكنت ان شاء الله منضم لمنتخب مصر الاول كمان لو بقى خليك اعتبار سالة شكرا نشكرك يا بدر شكرا جزيلا نتمنى لك كل التوفيق بدر اسلام الشاطر واحد من المواهب اللي احنا كلمنا عليهم من زمان في برنامج الاشبال ودلوقتي ما شاء الله في رحلة احترافية ان شاء الله بنتمنالوا فيها النجاح ويكون اضافة للكرة المصرية شكرا